بمبادرة إنسانية من جهاز الأمن العام قام والد الفتى صالح ضحية جريمة الزرقاء بزيارة نجله في المستشفى اليوم والاطمئنان عليها مدير الأمن العام لواء حسين الحواتمي كان قد أوعز لمدير مراكز الإصلاح والتأهيل باتخاذ كافة الترتيبات لتمكين والد صالح النزيل في أحد مراكز الإصلاح من زيارة ابنه داخل المستشفى نظرا لظروف الصحية والإنسانية التي يمر بها الفتى صالح وعائلته وعلى الفور تم اتخاذ كافة الترتيبات وجرى نقل والد صالح إلى المستشفى حيث تمكن من زيارة ابنه والاطمئنان عليه بعد الجلوس معه والتحدث إليه لمدة من الوقت